قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع لذلك قال العلماء إن الكلام المعتاد قد يكون قربة إذا نوى به الإنسان أن يدخل السرور على أخيه المسلم الحديث المعتاد الحديث الناس التي ليس فيها حرام يكون قربة إذا أراد الإنسان بهذا أن يدخل السرور على أخيه المسلم فكيف إذا أراد أن يدخل السرور على زوجته هذا أقرب وأعظم كيف إذا أراد أن يدخل السرور على والديه هذا أقرب وأعظم وذلك يا إخوة ينبغي علينا أن ندرك هذه القضية وإذا جلسنا مع أصدقائنا مع إخواننا وتحدثنا بحديث ندخل به السرور على أنفس أن نحتسب هذا ونريد أن ندخل السرور على قلوب إخواننا إذا جلس الرجل مع زوجته ينبغي أن يحدثها ويقصد بذلك أن يدخل السرور على قلبها وأن يذهب السآمة من قلبها يؤجر على هذا ويكون قربه أما إذا جلس مع والديه فهذا شأن آخر وأعظم وباب فسيح فيتحدث مع أبيه مع أمه بأمور الدنيا حتى عندما يقول كيف الحال يقصد أن يدخل السرور على قلب والديه يكون هذا قربة جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه